اول سؤال معايا بيقول استراد الرومان القمح من مصر يعود الى ايه؟ ليه الرومان بيستورده العمح من مصر؟ ان الرومان انشغال الرومان عن الزراعة بالفنون يعني بيسيبه الزراعة مثلا والاكل والشرب بتاعه ومبتده ان هما يرسمه مثلا يعني على سبيل المثال ولا الزيادة السكانية الكبيرة للرومان ان هما عدد سكان اناك كتير جدا فاكيد محتاجين ياكلوا كتير قوي ولا جيم عدم ملقامة مناخ روما لزراع القمح روما مناخة مثلا ما بيحر مثلا ما بيصلحش ان يزراعه القمح ان هو محصول شتوي والعدم اهتمام الرومان بالزراعة من الاساس ان الرومان بيبهتموش بالزراعة من الاساس طبعا احنا لو استبعدنا ولو فكرتوا انتم معايا دلوقتي كده اكيد هللاقى الاجابة ايه؟ اكيد الزيادة السكانية الكبيرة للرومان هم كانوا كتير وكانوا محتاجين قمح وانتاجوا من زراعتهم القمح في الاو في الاخر هيما بالكفة همش بطو لان انا مقدرش اقول مثلا ان الرومان منشغلين بالزراعة عن الزراعة بالفنون اكيد لا احنا مش يقعدوا يرسموا وينحطوا ويسيبوا الاكل بتاعهم ما يموتوا كده طيب مثلا اكيد مش اقول ان مناخ روما مش ملائم من زراعة القمح لا مناخ روما ملائم هي مش بلد حارة يعني عدم اهتمام الرومان بالزراعة منقدرش اقول لا الرومان لما احنا اخدنا مرة اللي فات في درس الحضارة الرومانية اقولنا ان الرومان كانوا بيهتموا بالزراعة بشكل كبير جدا